وزن المعادلة الكيميائية اعتقد العلماء قديماً أنه عند حرق مادة ما فإن الاحتراق سينتج مادة تسمى فلوجستن إلى أن جاء العالم لفواسير الذي أثبت أنه لحرق أي مادة لا بد من توافر غاز الأكسوجين ووضع قانون بقاء الكتلة الشهير الذي ينص على أن في التفاعلات الكيميائية الكتلة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تحول من صورة لصورة أخرى أي إنها محفوظة وهذا يعني أن كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة أي أن عدد ذرات أحد العناصر قبل التفاعل يجب أن يتساوع مع عدد ذرات نفس العنصر بعد التفاعل وبهذا أصبح لزاماً وزن المعادلات الكيميائية بحيث تتحول كل المواد المتفاعلة لمواد ناتجة بدون زيادة أو نقص في الكتلة فمثلاً عند تفاعل جزيء من الهيدروجين H2 مع جزيء من النيتروجين N2 لينتج جزيء غاز الأمونيا NH3 نجد أن ذرات المواد المتفاعلة وهي جزيء الهيدروجين وجزيء النيتروجين يقابلهم في النواتج جزيء من الأمونيا يحتوي على ذرة نيتروجين مرتبطة بثلاث ذرات هيدروجين وهذا يعني أن عدد الذرات قبل التفاعل غير متساوية مع عدد الذرات بعد التفاعل لذلك فنحن نحتاج لوزن تلك المعادلات الكيميائية ولوزن تلك المعادلات الكيميائية نحتاج لمقارنة كل عنصر قبل وبعد التفاعل فبمقارنة غاز الهيدروجين سنجد أنه قبل التفاعل ذرتان أما بعد التفاعل فهو ثلاث ذرات لذلك ساتم وضع ثلاثة قبل جزيء الهيدروجين في المتفاعلات ووضع ثنين قبل جزيء الأمونيا في النواتج وبهذا فقد تم وزن غاز الهيدروجين في المعادلة أما غاز النيتروجين فسنجد أنه قبل التفاعل يوجد منه ذرتان أما بعد التفاعل فيوجد منه ذرتان أيضا وبهذا نجد أن المعادلة تم وزنها ونتج بعد وزن المعادلة الآتي عند تفاعل ثلاث جزيئات من الهيدروجين مع جزيء واحد من النيتروجين ناتج جزيئان من غاز الأمونيا ترجمة نانسي قنقر